والتضليل ذكرت القنوات الشريكة في جريمة سفك دماء السوريين ان قرية البيضة التابعة لبانياس في طرطوس تعرضت لقصف بالمدفعية والصواريخ الا ان الحقيقة على ارض الواقع هي ان وحدة من جيشنا الباسل ضبطت مستودعين للاسلحة والذخيرة في القرية وقضت على اعداد من الارهابيين فيها في قريتي المرقب وحي رأس النبع بمدينة بانياس انشغلت كثيرا محطات سفك الدم السوري باخبار قرية البيضة في بانياس لدرجة التضليل والكذب والتهويل اللامتناهي اما الحقيقة بالصوت والصورة بفضل عزيمة قوات الجيش العربي السوري استطعنا بفترة قياسية وعملية نوعية ان تطهير احراش قرية البيضة وقرية البيضة من داخلها كانت بعض الوسائل المغرضة تقول ان هناك قصف مدفعي وقصف الدبابات قوات الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني لم تستخدم ابدا اي نوع من القزائف المدفعية او الدبابات فكان هناك تمركز لشبه ما يسمى بقاعدة عسكرية لهم ومخازن الاسلحة وكانوا منشئين لديشم وتحصينات لهم ومخازن للزخيرة واستخدموا بها القناصة ورشاشات البيكسي ولكن الحمد لله نحن الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني جاهزين دائما لحماية كل التراب السوري ودفاع عنه في كل لحظة برفقتي كاميرا اخبار التلفزيون العربي السوري في ساحة البيضة وامام جامعها بالذات لنرصد لكم واقع الحال هنا الامن والامان الذي استتب بفضل جهود وجنود الجيش العربي السوري الوضع صار امين وتحت السيطرة بعد طرد المجموعات الارهابية اللي ازيت المواطنين ومتل ما شايفيه قاموا بحرق بعض المحال بحرق الاليات المواطنين الامنين ارهاب لم يستثني احدا كبيرا كان ام صغير طالب علم او دين حيث قامت العصابات الارهابية المسلحة بقتل الشيخ عمر البياسي وهو عضو لجنة المصالحة الوطنية ولا طالما كان داعيا للمصالحة والمسامحة والحوار نرى ان الخروج من هذه الازمة التي احلت بسوريا الامنة المستقرة التي عهدنا الله بها سيكون باذن الله تعالى بالحوار من اجل الوصول بالسفينة مع قائدها دكتور بشار اسد ومن فيها الى بر الامان والاطمئنة الاهالي بدورهم اكدوا ان لا ارهاب يثنيهم او يخيفهم او يقتلعهم من جذورهم ولا قيمة فوق قيمة الجيش العربي السوري بجيطها الجيش نحن رتحنا كثير ونحن عن جد كل عالم كل واحد يجي يقول انه بدنا ايجو نحب نبيوتنا مرح نحب نحب نبيوتنا مرحب الله يخلينا جيش العربي السوري هو حمايتنا هو امننا ونحن ما نحبه مننا فينا هو نحن كل يتأهل هل اهل البلد كل يتأهل وكل يتأهل وكل يتأهل وكل يتمن ان شاء الله من حب بعضنا والله يبعث لنا الامن والامان والمحبي والوطن والشعب من ساحة البيضة في مدينة بانياس لاخبار تلفزيون فريال يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر